بعد نحو ثلاثة أسابيع من قصفها جواً وبراً وتضييق الخناق عليها ودعوة المدنيين للخروج منها بدأ الجيش النظامي السوري هجوماً على مدينة يبرود في جبال القلمون الاستراتيجية بلغت القوات المهاجمة المدخل الشرقي للمدينة حيث تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية مدعومة بقوات الدفاع الوطني وحزب الله من جهة ومقاتلين أسلاميين من جهة ثانية ينتمي معظمهم إلى جبهة النصرى وتنظيم داعش لافتاً إلى أن النظام يسعى إلى محاصرة المقاتلين في يبرود تمهيداً لطردهم منها وتسعى القوة المهاجمة أيضاً إلى التقدم من المحور الشمالي عبر بلدة السحل وهي سيطرت بحسب المعلومات على أحد المستشفيات الميدانية التابعة لقوات المعارضة التليفزيون السوري تحدث عن انهيار في صفوف من سماهم العصابات الإرهابية بينما اترفت جبهة النصرى بسقوط إحدى النقاط على محور العقبة وانسحاب المقاتلين إلى نقاط خلفية ولفتت الجبهة إلى وصول مجموعة من المجاهدين كما سمتهم للمؤازرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر